النهاردة كان فيه اجتماع اتحد الكورة مع الاندية المصرية عشان يشوفوا حل لنهاية الدوري الممتاز هذا الموسم وفي نفس الوقت الموسم المقبل والفايدة اللي ممكن يطلع منه فيه انه يخلص بدري او الدوري يخلص بدري عشان الاندية تقدر تريح تقدر تشتغل الموسم القادم بشكل افضل وده اللي كان موجود النهاردة الميزة النهاردة انك بتشارك الاندية بتشارك الاندية اللي ممكن تكون بتفكر انها او ممكن يحصل لها هبوط بتشارك الاندية اللي هي عندها بطولات في دوري الابطال زي الاهلي بتشارك الاندية اللي بتنافس على الدوري وعندها تطلع انها تاخد دوري زي الزمالك والاهلي طبعا فيه اندية كتير ممكن تكون عندها افكار مختلفة في الاستكمال بالنسبة لي بطولة الدوري والمواعيد بتاعت بطولة الدوري فبالتالي كله النهاردة شارك عشان لما الكل بيقترح بتبتدي تتكون أفكار تتكون نتائج وبالتالي تعلنها وتطرح على الأندية مرة أخرى وبالتالي تحديد المواعيد المتبقية من الدور الممتاز ده شيء مهم عشان ما يجيش حد يقولك لأ التوقيت ده مش مظبوط ده يعرضني التوقيت ده مش عجبني التوقيت ده هيبقى متعب بالنسبة لي فبالتالي مشاركة الأندية من كابتان أحمد المجال أتاكد ده كان اجتماع مهم جدا بالنسبة للأندية المصرية طبعا ما بعد الاجتماع كان فيه تصريحات من كابتان سيد عبدالخفيز كابتان حسين السيد مسؤول لجنة الكرة بنادي الزمالك وأمور خاصة بالأندية الأخرى على فكرة كان فيه أندية اللي ممكن تكون حاسة إنها ممكن تهبط لقسم الثاني كانت بتطالب بإلغاء البطولة لكن طبعا هنا الأندية يعني اجتمعوا على إن الدوري لازم يستكمل والأمور تمشي بشكل طبيعي والأهم الأهم إن البطولة تستكمل والبطولة تنجح بشكل كبير وده هيجي طبعا على حساب بعض الأمور اللي ممكن تكون بدنية لبعض الفرق يعني نهذا كانت تصريحة فيز وتصريحات وإن الأهم المصلحة العامة بالنسبة له الكرة المصرية والدوري المصري وده يمكن تصريح مهم لكن في الأول في الآخر نادي الأهلي يعني هكلمكو على الأهلي وأكلمكو على زماية إن كابتا حسين السيد برضو كان عنده بعض التصريحات بعد هذا الاجتماع إن كابتا حسين السيد عبدالحفيز بتكلم إن إحنا بنمثل المصر في دوري أبطال والأمور بالنسبة لنا إن إحنا ماشيين في البطولة بشكل جيد مش عايزين حاجة توقنا ومش عايزين حاجة توقنا كمان إن إحنا نكمل مشاركتنا في الدوري وإحنا في أحسن حالتنا محدش يعني أكيد يعني نتيجة المشاركة في دوري أبطال إن محدش يعقدنا إن إحنا نضغط مباراتنا أو يضغط مبارات الأهلي بالشكل اللي ممكن كان حصل في الفترة اللي فاتت أيضا كابتا حسين السيد مسؤول نادي الزمالك في الاجتماع اتكلم عن وجهة نظره إنه هو يعني وجهة نظرنا دي والإدارة إنه مش عايزين يلعبوا أي مبارات إلا لما النادي الأهلي يلعب بقية مباراته المؤجلة طبعا نادي الزمالك حتى الآن لها بخمستاشر مباراة نادي الأهلي تسعتاشر مباراة نتكلم في ست مبارات فرق ما بين الأهلي والزمالك في المبارات المؤجلة وده طبعا طبيعي لأن النادي الأهلي كمل مشواره في دوري الأبطال وبالتالي تم تأجيل بعض المبارات تصل لست مبارات حتى الآن وبالتالي ده كان كابتا حسين السيد وبالتالي إنه مش عايز يلعب مباراة الدورة الخاصة بيه إلا لما نادي الزمالك أو نادي الأهلي يعني يتساوى مع نادي الزمالك في عدد اللقاءات ويلعب مباراة المجالة ده كانت وجهة نظر الكابتن حسين السيد لكن في الأول وفي الآخر الكل قال وجهات نظره فيه الاجتماع وبالتالي حد الكور أخذ الكلام أخذ الأفكار أخذ الحاجات المعوقات بالنسبة للأندية والمشاكل بالنسبة للأندية وهيبتدي يصغها بشكل ما وهيحطها بشكل موعيد المباراة المتبقية لجدول الدوري الممتاز ويعرضها على أندية ويبتدي طبعا الأمور تمشي بالشكل إن شاء الله بشكل طبيعي